مرحبا برج العقرب اهلا فيك احتمال ان الوضع كان فيه طرف ثالث مشرط طرف ثالث معناه تخيانه ممكن ايضا يكون دخولات خارجية من الاهل من الاصدقاء من الظروف ايضا الظروف كانت تسبب عائق بينكم عزيزي برج العقرب الشريك يراك ان انت رحلت كأنما هني غصبا عنك ما كان عندك خيال ثاني الخيال الاخير الحل الاخير اللي انت لجأت له هو الانفصال سواء الفكرة كانت فكرتك او فكرة الشريك كأنما هني انت ما كان عندك خيار لان هذا الشخص وضعك تحت اختبار كبير او وضعك جدا في تحدي كبير كأنما كان الخيار الوحيد ان تكون معاه قابل وراضي بتدخلات الاشخاص المحيطين حولكم او لازم يهني كأنما تصبر على الظروف الصعبة ثلاثة الاكواب معناته انه مو بس كوبي و كوبك فيه كوب ثالث احتمالكم في ايضا اطفال من زواج سابق زواج سابق لحد الان يمثل عائق بينكم بين ارتباطكم اشوف جدا الكوب الثالثة هنا يسبب عائق للشراكة اللي بينكم و ان كانت شراكة تحمل الكثير من الامكانية يوم من الايام انت يا برج العقرب كنت متوقع انه راح تستمر مع هذا الشخص للابد لانه بينكم انسجام طاقة الاكواب هي طاقة الانسجام التام ولكن حدث شيء انت ما كان في حزبانك منزين تدخلات خارجية شيء من الماضي في حياة الشريك طرف ثالث هذا اللي سبب العائق وهو يراك ايضا هو يعرف ومدرك تماما ان لو انت سنحت لك الفرصة راح ترجع في غمضة عين اذا هو تخلص من الكوب الثالث اذا كان في وضع مجرد انت وهو اوكي اذا عرض عليك حبه اذا عرض عليك الشراكة فقط بينك وبينه من دون الزوجة الجديدة من دون الزوج القديم من دون هذا الشخص اللي يسبب عائق بينكم او حتى تدخلات من الاهل ممكن تكون من دون هاي الامور هو يعرف ان انت راح تهرع اليه مرة ثانية ان انت راح تقبل عرضه مرة ثانية ورح تبتدي معه ايضا صفحة جديدة هو يراك هكذا خلا شوف اللي بعده ما هي خطوة القادمة هل سيضا خلص من الطرف الثالث اوكي رح يحاول ان يتواصل معك يعرض عليك تنازلات اخرى اوكي تنازلات اخرى ولكن ما راح تطلعك من الوضع هذا وضع العلاقة الثلافية وضع العلاقة المضطربة اللي مش انا وانت فقط اللي نقرر شو يصير في حياتنا المشتركة ثلاثة ثلاثة ايضا كرت الشيطان فيه ثلاثة شخصين مقيدين بالاغلال والشيطان ثالثهم كرت برج الحوت ممكن انك تتعامل مع برج مائي حوت سلطان اوكي ممكن ايضا انك تتعامل مع برج ترابي جديد انزل ما هي خطوة القادمة هذا الشخص راح يحاول انه يرجع يفتح معك صفحة جديدة يفتح بينك وبينه مجال التواصل مرة ثانية في المستقبل توقع منه اتصال رسالة احد من المعارف او الاصدقاء المشتركين بينكم يوصل لك انه مثلا هو يسأل عنك يحاول ان يعرف اخبارك نعم ولكن الوضع اللي انت انفصلت بسببه من العلاقة لحد الان لم ينتهي رح يظل الوضع كما هو عليه في دائما تدخلات طرف ثالث ولكن هنا عندنا كرت الشيطان كأنما الوضع في الكثير من عدم الوضوح الكثير من الاوهام الكثير من الكذب من الخداع من الغش ولكن مو من شريكك من الطرف الظالث اللي رح يسويه شريكك في الفترة القادمة انه يحول ثلاثة الاكواب الى ثلاثة الخماسيات رح يحاول انه يوجد حل وطريقة عملية انه انت وهو تكونون مع بعض مع وجود هذا الطرف الثالث بدون ان تصل اليك اذيته بدون ان تصل اليك محاولاته للخداع ومحاولاته لان يضرك رح يحاول ايضا انه يخبي عن هذا الطرف الثالث مشاعره لك كأنما امام هذا الشخص او الطرف الثالث ممكن يكون حتى ام ممكن يكون اي شخص او حتى مجموعه اشخاص دائما رح يكون امامهم يقول ان انا ما عندي اي مشاعر تجاه برج العقرب مجرد انا رح ارجع لبرج العقرب من اجل من اجل كلام الناس من اجل الابناء من اجل الاموال ولكن هذا الكلام مو صحيح هذه مجرد واجهة او عذر واهن يعطيه الطرف الثالث عشان يقنع عشان يخبيك انت يريد ان يخبيك عشان انت معاه في شراكتكم هنا الثنائية تكونون بامان من حيال هذلين الاشخاص اوكي عندهم الكثير من الحيال هنا الكثير من الاوهام الكثير من الاساليب اللي فيها ضرر عليك وعلى شركك هذلين رح يحاول يخبي الحب اللي بينكم رغبته في ان يكون معاك ولكن في نفس الوقت انت يعني كأنما رح يكون فيه تضارب في الكلام امام الناس رح يمثل انه هو غير مهتم ولا يسأل عنك وحتى لما يسألونه رح يقول انه ما عندي رغبة يرجعلك ولكن بينك وبينه رح يكون فيه ابواب جديدة للوصل تنفتح بإذن الله اللي بعدها ما اللي يخفيه الشريك او الحبيب اربعة الاغصان كارت برج القوس الاعتدال خمس الخماسيات عشر سيوف ست الاغصان برج العقرب شريكك هنا يحاول يخبيك انت يحاول ان يخبي العلاقة اللي بينكم الحب المتبادل العشرة الطيبة مشاعر تجاهك مكانتك في قلبه ستة الاغصان الصورة الاغصية طاقة شخص على فرس يحتفل امام الملأ محاط بالاشخاص والجماهير كارت المنتصر اللي يراجع مثلا من معركة او من مهمة معينة وعنده نجاح هذا الكارت ايضا يعني المدارة انه يداري مكانتك في حياته وهو محاط بالناس وهو محاطة هنا بالطرف الثالث حتى هو هنا لكن يحص ان يداريك انت عن اعين الناس لانه يعرف اذا عينهم وصلت لك وعرفوا عنك راح دائما يسعون الى اذيتك الى انهاء اللي بينك وبين شريكك وهذا اللي صار في السابق لذلك انتوا حاليا منفصلين كأنه هنا هو يحاول ان يتعلم الدرس يأخذ معاه عشان يتجنب هاي السيناريو ان يحدث بينكم في المستقبل اذا صار فيه رجوع شريكك ايضا مركز على الامور العملية كأنه هنا ان كان لديه الكثير من طاقة الماء والمشاعر تجاهك ولكن الاستراتيجية اللي راح يتبعها في المستقبل عشان انت معاه تكونون منفردين ومرتحين في علاقة تعتمد على الاشياء العملية تعتمد على الاموال كأنه هنا انتوا ايضا محتاجين عشان تستقلون في حياتكم محتاجين تنتقلون الى مكان جديد مسكن جديد بعيد عن الاهل بعيد عن هاي الاشخاص بعيد عن اعين الناس ما بين اربع الاخصان وست الاخصان بعيد انا اعين الناس وايضا انزين فيه انتقال جسدي شقة جديدة مثلا بيت جديد محتاجين الى الخصوصية والبعد في الفترة القادمة هو قاعد يفكر ويخطط من الان في هاي التفاصيل العملية ان شنون راح ارتب انه مثلا احصل على سكن مختلف سكن منفصل عن هذلين الاشخاص اوكي قاعد يحاول يوازن الامور في هاي الفترة فاذا انت كنت معتقد انه لحد الان ما توصل معاك او لم يتخذ خطوة جادة فهو بسبب تخطيطه ويحاول ان يضع حجر الاساس لحياتكم وشراكتكم في المستقبل اشوف انه عند نية الرجوع ولكن يريد ان يسوي الامور على اسس صحيحة على اسس ثابتة ما تهتز اوكي اللي بعده قراءة الهزاب اوكي الهزاب برج العقرب من القادم في طريقك احتمال انه برج القوس طاقة نارية قوس اسد حمل هذي طاقتك انت يا برج العقرب كرت الموت عشر السيوم ست الاخصان و كرت البرج القادم في طريقك شخص توا نجح في شي معين انهى زواج اوكي انهى شراكة عنده في السابق احتمال انه خارج من علاقة من خطوبة من زواج ولكن انهاها حدث الانفصال انهدد اركان البيت اللي بينهم احتمال انه عنده ثلاثة ابناء احتمال كانوا مرتبطين لمدة ثلاثة شهور ثلاث سنوات هاي نوع من الطاقة ولكن هو شخص في اعين الناس كان على حق هو اللي صح و شريكه شريك الشخص اللي قادم في طريقك و شريكه السابق هو اللي كان خطأ في اعين الناس هو اللي كان مقصر هو اللي كان مش على حق ايضا كانت في اذا فيه بينهم امور قانونية القادم في طريقك هو المنتصر عليه هو اللي حصل على الاموال الحقوق حضانة الابناء هو اللي حصل على ان القانون وايضا الناس والمجتمع يكونون في صفة ولكن ما يجب ان تعرفه ان الموضوع كان جدا مؤلم بالنسبة له هذا الشخص شيء القادم في طريقك ابدا لم يتوقع ان الامور يوم من الايام رح تنهدم بينه وبين شريكه اشوف هني جدا طاقة حب طاقة امل كبير لما نشوف البرج يقع معناته احنا ترى كل طوبة بنيناها بحب وعناية وجهد واجتهاد مو سهل ان البرج يقع في حياتنا ينتهي شيء ينتهي علاقة هذا الشخص جدا كان متفاني في علاقة السابقة في زواجه السابق ولكن احتمال انه انخان او تم استغلاله فيحس انه مخذول اشوف هني شخص رياضي يحب الكورة يحب ممارسة الرياضة في اوقات خاصة ولكن مو رياضة مثل الجم رياضة مثل اللي تكون في مجموعات انزين مثلا الذهاب الى الصيد لعب الكورة اشوف هني عند طاقة لعب الكورة ايضا انزين قلت لك هني ممكن يكون برج ناري وايضا ممكن يكون برج مائي ولكن انت قاعد تتعامل مع شخص مخذول مهما كان المظهر كأنه هني اشوفك انت يا برج العقرة بتتوقع شخص بمواصفات مختلفة رح يأتيك رح يأتيك نفس الشخص المعدن اللي تريده رح يأتيك ولكن بطريقة مختلفة يعني مثلا رح يأتيك شخص طيب كريم حنون رومانسي ولكن فيه معاه ايضا جوانب شوية سلبية رح يكون مثلا منخذل من العلاقة السابقة اللي عنده محبط مثلا شوية لانه توى خارج من علاقة ما صار لها فترة طويلة ايضا عنده احتمال ابناء وايضا فوق كل هذا انت كأنه مقعد هنا تتوقع زواج حب او تتوقع شخص بمواصفات معينة انه مثلا ما يكون تم له الارتباط في السابق فسيأتيك الشخص نفسا اللي في بالك ولكن شوية مختلف هذا الشخص مثل ما قلت لك اتوقع انه مطلق اتوقع انه عنده ابناء وعنده امور لحد الان شائكة من زواجه وارتباطه السابق اوكي فكأنه هنا انت محتاج لازم تحط في بالك طاقة الانتظار طاقة التفائل بالافضل ولكن في نفس الوقت لا تتعلق بالتفاصيل لان التفاصيل ستكون مختلفة انزيل وعندنا هنا كارت الموت من اجل ان يتغير الوضع او من اجل ان يتحول هذه طاقة التحول من اجل ان يتحول هذا الشخص الى الشخص اللي في بالك لان اشوف الكثير من المواصفات الاساسية اللي تريدها موجودة فيه من اجل ان يتحول رح يأخذ وقت اوكي هذا الشخص ما يحب يدخل اوكي دعنا نشوف كيف تتعامل مع ملكة السيوف طاقة غريبة بما ان هنا طلب منك الصبر والتفائل والانتظار تسع تسع السيوف كارت برج الحوت القمر عشر الاغصان تسع الخماسيات برج برج العقرب اول شي كأنا مهني رح ابتدي وياك من هاي الجهة الرسالة تأتي من هاي الجانب اول شي لا تستعجل بالارتباط مع هاي الشخص هذا الشخص محتاج وقت ليستوعب اصلا ان لحظة البرج وقعت في حياته لحد الان قتلك لم يستوعب لم يتشافى او يتعافى من العلاقة السابقة اللي كان فيها نفسيا لم يتعافى عند عشر اغصان غير قادر على ان يخطو خطوة الى الامام يبني شي زيادة يتحمل عبئ زيادة وجود كارت تسعى الخماسيات او الاميرة العزباء هنا يقولك كن جدا متفهم ومرتاح ومتقبل انك تكون في حياة هاي الشخص من دون ان تطالبه في البداية بتغييرات كبيرة من دون ان تنبش عندك ايضا طقة التنبيش من دون ان تنبش وراءه لماذا لحد الان هو يتصرف هكذا لماذا لحد الان هو مثلا يتكلم مع شريك السابق هاي رقم واحد كأنما هني شوي مطلوب منك ان اتخبي مشاعرك عنه هذا الشخص قلتلك مو مستعد نفسيا وعاطفيا للتعامل مع مشاعرك اشوفك هناك انما انت مستعد للحب بما ان شخص جديد دخل في حياتك وشخص يليق بمواصفاتك ورغباتك رح تكون جدا مستعد ان تتفاعل محتاج شويه ان تخلي الامور تنطبخ على نار هادية انذكرت القمر في امور لحد الان لم تنكشف لك وما رح تعرفها بسرعة عن هاي الشريك لا تحكم عليه بسرعة تسع السيوف جنبه ملكة السيوف لا تكون من النوع اللي معاه دام ان انت مثلا تقدمت لي او موجود في حياتي ولكن ما تسأل عني ولكن ما تسوي كذا ولكن ما تسوي كذا معنات ان انت لحد الان مع شريكك السابق معنات ان انت متى بتكون معي في علاقة لا تبالغ في تحليل الامور لا تبالغ في دفء الشخص ليتصرف كما تريده شخص جيد شخص ممتاز ولكن محتاج وقت لحد الان لم يستوعب الخسارة اللي حدثت في حياته وايضا هنا ملكة السيوف موجودة تقول لك لازم تتقبل فيه كأنما انت عندك رح يكون ندم او حسرة لان هذا اشوف شخص جدا جيد وراقي شريكة مقدرة صح فكأنما عندك حسرة لماذا لم التقي بهذا الشخص قبل ان يلتقي بشريكة السابق لماذا الاشخاص الجيدين يكونون دائما حظهم مع اشخاص سيئين عندك هالنوع من الطاقة واللوم تلوم كأنما الكون تلوم الوضع الحالي لماذا ما صار معي انا في البداية عشان انا اعرف قدرة عشان انا معانكم سعيدين عشان اوهو ما يدخل في هاي المرحلة التعيسة اوكي اهني عليك التقبل ملكة السيوف هي دائما الملكة اللي مستعدة ان تحارب وتثبت وجهة نظرها انت مو محتاج هالشي محتاج انك تتقبل ان هذا هو الواقع هذا هو نصيبك وهذا هو الدرس المكتوب لك عشان تأخذ العبرة منه تقبله لا يظل دائما هني اشوفك انت يا برج العقرب كأنه ما في بالك دائما اللي يدور في بالك كيف كان هذا الشخص يتصرف مع شريكه السابق ماخذنه امامك كما الكابوس كما الشيطان مستعد انك تستخدم السيف عليه دائما مستعد انك تتشاجر معه في المستقبل بخصوص علاقته السابقة محتاج الصبر محتاج الحكمة محتاج التروي جدا التروي والانتظار والتفاؤل مع هاي الشخص شخص جيد ولكن يمر بمرحلة سيئة وان كان ما يظهرها اللي بعدها قراءة المرتبطين اول سؤال طبعا المرتبطين ممكن يكونون مرتبطين في علاقة حب او زواج او حتى خطبة اول سؤال كيف يراك الشريك الامبراطورة برج العقرة باحتمال ان شريك من برج الحمل الخماسي الصغير أربعة الأقصان ست ست الخماسيات وتسعة السيوف شركك يراك أنه أنت أنت لي عندك الامبراطورة دائما تعني الوفرة بينك وبين شريكك كأنما أنت تحس أن شريكك يعطي اهتمامه وطاقة سوري كيف يراك؟ أول شي راح أراويك شلون أنت رأى شريكك أنت رأى شريكك أنه هو يعطي القليل أو يعطي للأماكن الخطأ للأشخاص الخطأ عطاء مو في محلة عطاء مو موفق ولكن في نفس الوقت يطالبك بأن تكون جهودك كلها وطاقتك وعطائك فقط داخل المنزل فقط للعلاقة هذا النوع من الشخص مثلا يطالبك أن أنت أولويتك دائما تكون له ولكن هو ما يخليك في أولوياته يبدأ عليك أشخاص ضانين ضد رغباتك عندكم تضاد أو اختلاف على مسألة العطاء خصوصا إذا كان شريكك من برج الحمل طاقت برج الحمل لا يمكن أن يكون واضحة هنا هو يراك أن أنت تأثر أو تهدد استقرار الشراكة اللي بينكم لماذا؟ لأن أنت تحب أن تعطي للآخرين هذا الشي برج الحمل ما يحب هذا الشي فيك ستة الخماسيات هي طاقة العطاء لأكثر من شخص والأخذ والعطاء الاستقبال والإرسال هاي النوع من الطاقة شريكك أبدا ما يحب فيك هذا الطب يراك أن أنت كأنما موجود داخل المنزل ولكن عطائك لخارج المنزل لخارج العلاقة تخلي الأشخاص دائما هذه الطاقة بس أنا مع شخص ثاني في عشة الزوجية أو في العلاقة هنا يقول لك أن أنا أسمح لكل من هب ودك يدخل بيتي يدخل حياتي يدخل علاقتي ويتدخل يشوفك شريكك يا راك يا بورد العقرب أن أنت غير شاطر غير متمكن من أن تضع حدود للآخرين غير مسموح لهم أن يتخطونها حدود تعرف كل واحد مكانته أوكي وأيضا يمكن يشوفك أن أنت جدا كريم مع الآخرين كريم في وقتك في طاقتك اهتمامك تكون مثلا معا متملل داخل البيت تعيس تطلع برا البيت تكون جدا سعيد عندكم هاي النوع من الطاقة ممكن حتى كريم في الأموال اللي بعدها ما هي نقاط قوتك يا برج العقرب ممكن أيضا يكون شريكك من الأبراج الترابية ثور عذراء جديد ما هي نقاط قوتك نقاط قوتك هي طاقتك الطبيعية طاقة الماء أنت تحب ولكن تعرف متى ترسم خط أحمر هذه نقاط قوتك أنت تشوف النقص اللي فيه هو يرى أن فيك نقص أوكي أنت ترى العكس أن أنت ما تعاني من هذا النقص الساحر وكرت الامبراطور سوري كرت الامبراطور هو كرت برج الحمل كرت الامبراطورة هو كرت ممكن برج الحمل ولكنه ميزان أكثر ما هي نقاط قوتك أنت يا برج هذا يعني يقول لك الحقيقة مو كيف أنت ترى نفسك أو كيف الشريك يراك حقيقة الوضع أن أنت شخص محب ولكنك ما تعبر عن مشاعرك كثيرا أو بأسلوب مبتذل أنت بتظهر مشاعرك بالأفعال طاقة النار طاقة اللي لأن أنا أهتم فيك وأحبك وأنت أولوية بالنسبة لي رح أعطيك رح أنجز عشانك رح أعطيك وقت وطاقة وجود نقاط قوتك أيضا أن أنت تستطيع أن تفعل المستحيل كل تحدي يضعك فيه خصوصا برج الحمل كل تحدي يضعه أمامك شريكك العنيد أنت تعامل مع شخص شوي عنيد ومتصلب متصلب في رأيه كل تحدي يضعه أمامك ويقولك رح تفشل أنت تنجح فيه هذه من نقاط قوتك نقاط قوتك أيضا أن أنت تحب ولكن ما تسمح للمشاعر بالسيطرة عليك دائما تعرف متى تحط متى تظهر التوازن أو متى تظهر للأشخاص حدودهم معاك شون المسموح وشون الممنوع ولكن كيف يراك الشريك؟ يراك أن أنت كثير العطاء خارج المنزل خارج العلاقة أنت ترى هو قليل العطاء أو أيضا يعطي في غير محلة خارج العلاقة أيضا وخارج المنزل وإن كان هذا الشريك يملك الكثير شريكك يملك الكثير عند الكرت الأمبراطور والأمبراطورة لديه وفرة في حياته ولكن دائما شوف رح أقولك شريكك شلون الأمبراطورة على الوفرة اللي عندها وتملكها في الحياة تملك كل شيء ملكة الملكات يعني ولكن تطالبك بالخمات الصغيرة وإن كان اللي في يدك ممكن يكون شخص شبعان شريك شبعان لا يحس بالجوع ولكن إن شاف في يدك ممكن يكون دفاحة وإن جوعان يطالبك أن تعطيت دفاحة عندك طاقة شوية النأ أو طاقة الإلحاح طاقة اللي شركك يحط باله وبالك واقف لك على الحبة واقف لك على الوحدة هاي الطاقة ما أشوفها إيجابية محتاجين أثنينكم الصبر والتفاهم تجاه بعض اللي بعدها ماذا تفعل لكي تطور العلاقة أو تحسن منها؟ خلنا نشوف بما إن اثنينكم حاطين بالكم بالبعض أشوفك يا برج العقرب أنت هنا أكثر شي على حق ولكن شريكك لا يستمع إلى لغة المنطقة استمع فقط إلى لغة العناد والرغبات خلنا نشوف ماذا تفعل لكي تطور العلاقة؟ الشمس أعطى حريته بالضبط وإن كان مبرج الحمل ممكن يكون حتى ثور أنت قاعد تتعامل مع شخص عنيد معروف جدا برج الثور الحمل عنيدين ومتصلبين برأيهم يعاندون لمجرد العناد نفسه أعطى حرية عندما تعطي حرية سيفقد السبب اللي من أجله قاعد يعاند لأن هذا قاعد يعاندك من أجل العناد نفسه من أجل أن يحصل على اهتمامك ممكن لك يشوفك أن أنت تعطي خارج المنزل أو لأشخاص احتمال أنك تعطي مثلا أموال لأهلك لأخواتك أختك هاي نوع من الطاقة يبيك لا لوحدة فقاعد أهوى يعطي أيضا خارج المنزل خارج العلاقة فعشان تأخذ قوتك مرة ثانية وتستعيد قوتك في العلاقة عليك أن تعطي حرية سيفقد السبب اللي من أجله هو يعاندك وسيفقد أيضا توازنه أيضا عندنا كرت الخيارات فارس الأكواب خمس السيوف و كرت السيفين كرت الحيرة بالضبط كل شي اختصرت لك في كرت أن تعطي هذا الشخص حرية لما تعطي حرية هو سيفقد السيطرة على الموضوع الإمبراطور والإمبراطورة مسيطرين يعرفون ماذا يريدون و يعطون تعليماتهم بخصوص الموضوع ولكن عندما يفقد سيطرته بسبب أنك أصلا ما قاعد تشد معه عندما يتوقف خمس السيوف يتوقف طاقة الشت السحب والشت طاقة شي تشعري اترك شعري عشان اترك شعرك لا تحسبني عشان ما أحاسبك عندما أنت توقف عن هذا الشي شريكك سيتعقل سيحس أنه ما أمامه طريق ثاني إلا طريق التعقل اللي أنت اتبعته هذا هو الحل هذه هي الطريقة من بعد كل هاي الكركبة اللي راح تصير هو راح يحس أنه ابتدى يفقد توازنه وما راح يعرف يتصرف لأنه متعود على طاقة عناد بينكم يعرف كيف يتعامل مع العناد ويعرف شون يتعامل معه شريك يعطيه حرية يقول له اوكي سوي اللي بتسوي أو يقف بجانبه حتى مع خيارات الخاطئة يقف بجانبه بعدين اهم راح يأتيك على بابك لجنابك على اعتابك بيد الكوب بيد اعتذار بيد محاولة للتقرب إليك ولكن الجميل أن هاي محاولة التقرب هي محاولة سترضيك ما راح يكون فيها عناد ما راح يكون فيها تشمت او شماته هذه هي طريقتك المثلة عشان تطور علاقتك مع الشريك عطى حريته عشان يخطأ بطريقة الخاصة ومن ثم يرجع الى اعتاب بابك اوكي هذه كانت قراءتك اوكي اوكي اوكي